في قلبك حكاية وشك وصرار ويجي عبالك كلام الترام وماشي لحالة في دنيا ضباب تعال نسافر لفوق السحاب صغيرة يا دنيا وهمومك كبيرة ونتعب ونحسن مشاكل كتيرة ولو يملامحنا نهاية المسيرة لكن ننسينا سوان العزاء تذكر تذكر إلهك معك يتمنى ترجع ويحرص خطاك يحلي حياتك ينور سماك وتهتف عيونك هيا تلبيتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح أحبكم أجمل ترحيل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج في الصميم هذا البرنامج الذي يأتيكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد وعبر أثير فجر أفأم ومن خلال البث المباشر على صفحاتنا على الفيسبوك هذا البرنامج يأتيكم دائما برعاية تمكين للتأمين برؤية إسلامية جديدة وحديثة هذه الشركة الرائدة التي تطرح نفسها كشركة تأمين لكن بمعاملات إسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم نحن سنتطرق إلى موضوع مهم جدا جدا هذا الموضوع حقيقة أنا لجأت إلى أن أطرحه في هذا البرنامج وليكون كلامنا في الصميم وكلام مباشر لأنه في الفترة الأخيرة خلال أسبوعين أو ثلاثة الأخرانيات العديد من المشاكل التي دخلت فيها وحاولت الإصلاح فيها ما بين الزوجين كانت هذه المشكلة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى النفور والشقاق والنزاع والإشكاليات في داخل الأسرة وداخل البيت الواحد هذه الإشكالية التي هي قديمة حديثة لكنها تزداد مع الزمن وللأسف الشديد من لا يستطيع التعامل معها ستؤدي إلى خراب البيوت وتؤدي إلى الطلاق هذا الموضوع هو موضوع تدخل الأهل في حياة الزوجين ما حدود تدخل الأهل متى يجوز لهم أن ينتدخلوا ومتى لا يجوز لهم أن ينتدخلوا هل التدخل يكون بدافع المحبة أم بدافع الكراهية أم بدافع الغيرة هل هذا التدخل دائما مذموم أم يمكن أن يكون هذا التدخل محمود هل يحق لوالدة الزوج أن تتدخل بدعوة أنها تريد الحفاظ على ابنها وتريد الدفاع عن ابنها وتريد إرشاد ابنها الجاهل في نظرها هل يجوز لوالدة الزوجة أن تتدخل في ابنتها لتحافظ على كينونتها وعلى شخصيتها وحتى لا تظلم عند زوجها فهي المرشدة لها في حياتها هذه القضايا الكثيرة التي يمكن أن نطرحها في هذه الحلقة وهذا البرنامج لذلك نحن نريد أن نتشارك وإياكم من أجل أن نتحدث في هذا الموضوع والمطلوب مننا جميعا كما نردد في كل حلقة أن نتشارك معا لن تستطيع حلقة واحدة ولا حلقتين ولا برنامج أن يحل مثل هذه المشاكل لوحده لكن هي خطوة على الطريق يمكن أن نحن وإياكم أن نتشارك معا أن نتعاون معا من باب وتعاون وعلى البر والتقوى من أجل أن نوصل صوتنا نبدأ بأنفسنا بأن نحاول أن نعدل من أنفسنا ومن شخصيتنا وأن يبحث الإنسان عن المشكلة في داخله ثم يحاول علاجها الأمر الثاني أن نحاول أن نوصل صوتنا إلى كل الناس من أجل أن يسمعوا مثل هذا الكلام لذلك أنا أدعوكم كما أدعوكم في كل حلقة إلى أن نشارك هذا الفيديو أن نشارك هذا البث المباشر الأمر لا يأخذ منكم إلا أن الواحد يمدده على المشاركة ويشارك هذا الفيديو ويحتسب الأجر عند الله ويكون نيته أنه يريد أن يخدم هذا المجتمع وأن يشارك في أن يكون بناءً وإيجابيًا في مجتمعه إحنا كما عودناكم دائما أول فقرة عنا فقرة فرهود وفرهود اليوم طول علينا شوي فكانت مداخل تطويلي شوي لأنه عنده حكي كثير في الموضوع وهو يعني يعني يدوب لم لم حاله وعرف ضبض بالكلام ولو كان يريد أن يتحدث بكل ما عنده لأخذ الحاقة كاملة لكن خليني اسمع فرهود كيف طرح هذا الموضوع وكيف يعلق عليه وكيف أكسلنا الصورة الموجودة في الشارع بديش أطول عليكم خليني اسمع فرهود شو ممكن يقول مرحبا سلامات اليوم موضوعنا عن أنه موضوع العيشي للأزواج وأنه كديش تدخل الأسرة تمام بيقرب على الأزواج حبيبي والله موضوع اسمع هذا بده أتستراد لا تحكي فيه يا شيخ تعرف ليش؟ لأنه عن جدي أنت حطيت يدك على الوجه قديش مشاكلنا اليوم اللي منعيشها الأهالي ما شاء الله ما بيقصروا ما بيخلوا بس إيش المشكلة؟ بتعكس شوية انفصام بالشخصية ما منعرف الرغبة والهدف اللي إحنا وين رايحين الهدف بيبكوا كاتلين حالهم على أساس يدوروا له على وحدي كاتلين حالهم الأهالي على أساس أنه يجهزوا له الكروت والقاعة والعروس واللمة والفرحة وكل هاي التفاصيل بس سبحان الله بعد ما يخلص العروس من ثاني يوم بتبلش اللي هي التدخلات هلأ التدخلات هي بتكون قبل بس بتكون مبررة لأنه فيه اندفاع لأنه بدنا نفرح بهالولد بيبررها الزوج بتبررها الزوج مش مشكلة من الطرفين من أهل الزوج أو أهل الزوج بس بعد العروس بتكون غير مبررة تدخلات في القرارات المعيشية تدخلات في القرارات المالية تدخلات في التنظيم في المشاكل في الأمور المالية بروتينية الحياة المشكلة بتبلش برضو بدنا ننطلق من عند الزوج والزوج أي أنتوا ناضجين علشان اتروحي أنت تحكي لأمك شو مشاكلك مع زوجك؟ أنت ناضج تروح تحكي لأمك شو مشاكلك مع مرتك؟ مش فاهم أنتوا واعيين أنتوا أما تأخذوا هذا القرار معناها أنتوا في ضرف مثالي في نضوج فكري لتقعدوا وتجهزوا حالكم تتشاوروا أي مشكلة إلها حل بس الحل اللي بيكون مستند للحوار للتعبير مش علي الطلاق وانتوا فوقكوا أحلكوا مش عارف شو وفيش مجال تتفاهموا ما بتشوفوا إلا زاوي السودة في حياتكم ما بتشوفوا إلا المطباط ما بتشوفوا إلا الحفر ما بتشوفوا إلا الشكات ما بتشوفوا إلا المشاكل وما بتشوفوا إلا قرار الطلاق هو الحل الأمثل مش عارف مين اللي نفهمكم عادي كل يوم في مشاكل وكل يوم في خلافات أساسا الحياة بلا مشاكل كذاب اللي بحكي لكنها حياة الحياة جوهرها المشاكل الحياة جوهرها التجربة الحياة جوهرها أنه ننعكب حياتنا وأن ننعكب حياتنا معناها في مشكلة وفي نقاش وفي حل هلأ تدخلات الأخصراء كثيرة بصراحة تدخلات الحماء وتدخلات الحماء والسلف والسلفات وكل هاي المواضيع تدخلات ليش والله اليوم ما شطفت الضار ليش والله اليوم طلعت بدري ليش والله اليوم رحت على دار اهلك مرتين ليش الشهر هاد رحت اكثر من مرة من هون بتبلش الاشكاليات من انه احنا نعمل فوكس تركيز كثير على تصرفات الازواء خليهم يعيشوا حياتهم خلينا شوي نكون لا مبالاة لا مبالاة بالتفاصيل الصغيرة مش معناها انه ننسى كل الامور او نغفلها اذا كان فيه تجاوزات او اخطاء لا بس احنا هون ضروري جدا انه تكون تدخلاتنا محدودة تدخلات قاعدة بتولول على بيوت انزلوا شوفوا واسمعوا في الشارع واسمعوا بحك الجرال واسمعوا بكل التفاصيل وانتوا سامعين وبتنكروا هذه التدخلات الاسرية قالت دخلت انه اليوم طب اختله املوخية وهو بحب السبانخ اكثر يا ستي خليه اكل املوخية هداك اليوم هي فارقة معاك يا امو ما بزبطش ولا لا هو جاب لمرته تمام اه ترانش كوت هي بدها جلباب واللعباي بتيجي حماتو بتقول له ايه لو جبت لها الترانش كوت مش كان طليع احسن اه انتو مالكم هيك قدرتو هيكو رؤيتو هي لغته للحوار مع زوجته هيك العلاقة بينهم وبين بعض تدخلاتكم ما اظن انتو قاعدين بتحلوا او بتساهموا انتو لا انتو قاعدين تفردوا سيطرة على شيء خرج عن سيطرتكم المشكلة وين الانفصام لسه مش انو رغبتهم انو ابنهم يسعد بقراراتهم هيك المشكلة انها بتمارس ممكن الحما سواء من الزوج او الزوجة الحماوات بمارسوا هذا الموضوع على اه اه كناينهم وبينسوا موضوع بناتهم لا بصير موقف اخر يعني بصراحة وهذا اللي منشوفه في مجتمعنا بتكون مع كنتها حامل الحرب وبنتها عادة تتصرف بكل التصرفات مع زوجها ايش الانفصام اللي بتحكي فيه رقزوا رقزوا شوفوا وين المسافة اللي احنا عن جد متعطلين فيها شوفوا وين الكارث اللي احنا اه منشتغل فيها وبعدين بصراحة يعني الحماوات يعني انتو اساسا في بوع 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 انو انا اساسا مش متقبلك لانه هيك انتو علمتونا هيك علمتو المجتمع انو العروز دها تيجي تقعد مع الحماكة انها قاعدة بتحقيق المسكوبية من الاخر هيك بدها تخاف من كل شيء لسه بجوز بترفع الكاسي انو اه شوف بجوزي تطلعوا علي يعملوا اشي علشان هيك يا جماعة الخير رقزوا خلوكم اعكسوا صورة مغايرة شيخ الوضع صح بصراحة سيء في التدخل الاسري سيء في تدخل اه مصروف البيت في ناس بصراحة بروحوا بيشتغلوا تمام مصروفهم بيحطوا عندهم مياتهم مش بروح على بيته تمام مش بيعبي ثلاشته وفي ناس كمان من التدخل الاسري اللي ساكنين عند اهليهم اقسم لك بالله بيدفعوا الاجار لأهليهم هلأ هذه الاشكاليات عمالها بتعمل حسازة لانو مصاري الاجار هي مصاري ممكن ترفيه او اساسيات او كماليات للزوجين ممكن انهم يعيشوا بصورة افضل اذا الاهالي ما كانوا حنينين ما بعتقد انو زواج رح ينجح لابنهم لانو اللي بعيش بدائرة صعبة ما تقول ليش رح ينجح رح يتأثر ورح يقل عطاؤه ورح يقل حواره وتفهمه وقدرته على كل هذه القضايا بتمنى انو تكون رسالتك واضحة للتدخل الاسري سلامات يا شيخ هذا يعني صرهود اليوم حقيقة ابدع وصور الموضوع تماما زي ما بيصير كثير في مجتمعاتنا وزي ما احنا كثير بنسمع عن المشاكل الموجودة وكيف هذه التدخلات اللي بيصير وكيف عقلية الام بتفكر وكيف عقلية الاب بيفكر كيف الابن بيكون محتار بين امه وبين مرته وكيف الزوج بتحاول مرنات كأن داخلي في معركة بدأ توقع هذا الابن من امه او الام تشعر بشعور انه هذه الزوجة تريد ان تخطفوا اهل الزوجة بدهم ياخدوه اذا قضايا كثيرة جدا يمكن ان يتحدث عنها في هذا الموضوع احنا برضو من باب المشاركة لان احنا برنامجنا شعارنا لنرفع دائما المشاركة في حل كل هذه القضايا والحديث في الصميم نزلنا منشور على الفيسبوك واخدنا التعليقات الموجودة فيه وكانت تعليقات كثيرة حقيقة اخترنا منها بعضها والتعليقات طويلة نوعا ما فاخترنا يعني بعض الفقرات اللي ممكن تعطينا انطباع كيف الناس ممكن يفكروا او بتعاملوا مع هذا القضية احنا سألنا السؤال ما هي السلوكيات السلبية للأهل التي يمكن ان تؤثر على حياة زوجية ما هي الضوابط وحدود علاقة الأهل مع الزوجين خلينا نشوف الناس شو ممكن يحكوا في هذا وشو علقوا معنا في مثل هذا الموضوع بتقول وردة الربيع والله الواحد مل وزهك تدخلات عالطالع وعالنازل والكلام بجرح القلوب التدخلات حتى في الأكل وكل شي الواحد بين نارين يا عالم كل واحد همك فيه يا رب استرها على عبيدك يعني هذا التعليق انا جبته لانه بلسان حال كثير من الفتيات كثير من الزوجات مش كان في هذا الكلام انه التدخلات عالطالع وعالنازل الكلام بجرح بتكون الحماة احيانا ام الزوج او احيانا ابو الزوج بتلقيه على كل صغير وكبير بتدخل على الحكي بتدخل على رامي حكي عالطالع وعالنازل اذا ابنها راح طلع مع زوجته ليش طلعته وين طلعته وليش طرفته اذا جاب اشي للدار بده يصرفه على الدار ليش هذا جبته هذا غالي وهذا رخيص وليش جبته كذا اذا اشترى لزوجته الاواعي والملابس كونت دخلت لا بلاش واخرها وانت سمعك هاش مصاري او معك مصاري او هي ميخدي منها كل بدك اياه هي منفطتك منخلصتك اللي معك هي بظلها بتتطلب هذه عينها فارغة فحتى الاكل حتى الشرب اذا يوم عزمها على مطعم ليش ما لواكل اكل الدار فهي اذا بده تروح عند اهلها وليش بده تروح عند اهلها هو يكل يوم عاشر الزوجية بين الزوجين يعني في عددها وكميتها وكذا الى اخره يعني امور لا تتصور العقل في بعض الاحيان النساء او الزوجات اللي بتحب تشعر باستقلاليتها بتشكي زي هيك انه الكلام بتجرح التدخلات حتى في الاكل وحتى في كل شيء الواحد بين نارين يا عالم واحد همه كافي يا رب استرها على عبيدك ريم ادس بتقول اذا الرجال صاحي وشخصيته قوية لا يمكن يصير مشكلة اذا تشتوش ومش واعي وبينضحك عليه بكلمة وبيطلع خصوصياته راح تبلش المشاكل من لا شيء فعلا انا بيضغم صوت الى صوت ريم واقول انه هذه المشكلة بالذات حلها الرئيسي والاول هو على اكثر من جهة لكن اهم شخصية يمكن ان تحل هذه المشكلة هو نفس الرجل كيف يستطيع ان يوازن بين امه وزوجته كيف يستطيع ان يتعامل كيف يستطيع ان يقلل الغيرة الى اكبر مدان ممكن كيف يستطيع ان يجعل المحبة هي العنوان مش العداوة هي العنوان هذا قضية مهمة كيف يمسك لسانه شو اللي يحكيه وشو اللي ما يحكيهوش لكنه يكون ريكوردر وكل شيء بيسمع عند زوجته او بيصير بينه بين زوجته بنكله لامه او لابوه او لاخوه هذا مصريبي وهذا هذا مش رجال في حقيقة الامر وايضا في المقابل كل اشي امه بتحكيه فاتح خط مباشر اربع وشرين ساعة مع امها او مع اختها انا زوجي عملت زوجي طليع زوجي نزل جبلي ومجبليش وحكالي ومحكاليش الكلمي والهمسي والضحكي والتكشيري واذا عل صوتي واذا خفض صوته واذا نام بدري واذا صحي بدري شو اكله شو شربه شو عليش علك هذا كله اول بول انا مر عليه قصص بتلاك الزوجي قاعدة فاتحة واتصاب ولا فاتحة مسنجر او مرات التلفونات وخصوصا الان مع وجود التلفونات المكالمات الرخيصة بتلاكيها بتقعد ساعة وتنتين وتلاتة كل صغير وكبير وشو طبخط وشو عملت وشو صوت وشو عمل زوجة وشو عمل وشو طلع هذا كلام حقيقة اصبح لا يعقل ولا يمكن تحمله هذا النقل هو اللي بعمل قاعدة المشاكل فالشخصية لها دور كبير براءة محمد بتقول انا للي مستغربته انه الكل بيحكي انه الاهل هم سبب خراب البيوت ليش هو في اهل بيحبوا يخربوا ع ابنهم او بنتهم كل القصة وما فيها انهم هم بيحكوا بيكون عن وعي وادراك وكبر عقل لانهم عايشين حياة وفهمين شو الحياة اكتر هذا الكلام احنا برضو بدنا نأكده احنا ما بنقوله انه الانسان ينسلخ من اهله وما بنقوله انه الانسان يبعد عن اهله وتذخر الام والاب في كثير من الاحيان ما بيكون قصدهم يخربوا بيت ابنهم في بعض الحالات انا مرة معي بتكون قصد الام سواء ام الزوج او ام الزوجة او ابو الزوج او ابو الزوجة قصدهم التخريب يعني بدهم بيفرشوا هاي الجيزة لكن في اغلب الاحيان بيكون التصرف من حسن نية بتصرف الحرص تصرف انهم بدهم يصلحوا انه احنا اوعى منكم وحنا عاكلنا اكبر منكم وخبرتنا اكبر منكم عشان احنا لازم نرشدكم ومن هون بتيجي الطم ليس دائما النية الصالحة يعني يقبل العمل فيها العمل الفاسد او الضار لا تصلحوا ولا يجعلوا مقبول اذا كانت النية صالحة النية لوحدة لا تكفي لكن ايضا مع النية لازم كيف اتصرف يجب ان يتعلم ويفهم الاب والام من كل الطرفين وانت بتدخلوا وانت بتدخلوا شو اللي ممكن نعملوا وشو اللي ممكن مش نعملوا كيف نكون بنائين في هذه الحياة الاسرية وما نكون هدامين في هذه الحياة الاسرية هذه القضية اللي لازم احنا نفهمها ولازم نوجهها للأباء والأمهات القضية مش احنا بدنا نمنعكم تدخلوا ومش احنا بدنا نحرمكم على ولادكم ومش احنا بدنا نسلخكم ونعمل حاجز كبير بينكم بين ولادكم او بينكم بين بناتكم لكن احنا بدنا برضو مش تكونوا انتوا سبب الهدم بل تكونوا انتوا سبب البناء البناء وحنا دائما بنقول اللي ما له كبير يشتريه كبير اللي ما له كبير ما له تدبير احنا هذه الأمثال احنا حقيقية على الواقع واحد دون أبوه دون أمه ما بسوا بده بده رأيهم بده استشارتهم بده خبرتهم لكن يعرف وين تأخذها ويعرف شو يحكي وهم بيعرفوا وين تأتدخل أو ما يتدخل أحمد دروبي بقول كل بيت له حرمة وله أسراره الخاصة تدخلات الأهل جزء من الحياة مستحيل تجد بيوت تخلوا من التدخلات سواء الإيجابية أو السلبية للزوج أو الزوجة وعلاقتهم مع أهل ومحيطهم التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين كفيل بحل المشاكل سعة الصدر وضبط النفس والدبلوماسية لازم تكون حاضرة وأحيانا الكفب البيضة لاختصار المواضيع الشاطر هو اللي يكسب قلب زوجته ورضى أهله بنفس الوقت وكذلك للزوجة فعلا هذا الحل السحري لكنه بحاجة إلى وعي وبحاجة إلى صبر وبحاجة إلى إصرار على تنفيذه كيف يكون الإنسان الذكي الواعي اللي بيظلوا بحافظ على رضى أهله وبنفس الوقت على إنه يكسب شريكه ورضى شريكه سواء الزوج أو الزوجة طبعا كيف هو يمكن أن يوازن بينهم كيف حتى ممكن الكذبة البيضة نسميها وهذا ليس كذب إذا كان على الزوجة بحيث أنا بدي أصلح ذات البين هو ما في مشكلة مدام فيش في ضرر ما في أكل حقوق كيف أنا بدي أتعامل مع إمي وأرضيها وكيف بدي أتعامل مع زوجتي وأرضيها كيف أنا بدي أتعامل مع زوجي وأرضيه وأتعامل مع أهلي وأرضيهم هذه موازنات بتيجي مع الخبرة وبتيجي مع الإنسان اللي بيكون حاطة تقوى الله عز وجل بين عينيه ولا يظلم ويعطي كل واحد حقه لأن الحياة عبارة عن موازنة في هناك أسرار لا يجوز أن تخرج خارج مش البيت خارج غرفة النوم حتى لا يجوز أن يتحدث فيها في خارج المحيط الضيق جدا حتى لو كان الأهل حتى لو كانت الأم حتى لو كان الأب وهناك أمور يمكن أن يتحدث فيها بنوعها أو بكمها أو أحيانا بوقتها يعني متى يتحدث فيها ولا وهذا الرحم بينه إحنا كمان شوي إذن الموضوع بده سعة تصدر بده تحمل بده تغاضي عن بعض الأمور ما بزبط أنا أوقف عن نقرة وأمسك كل شغلي بشغلتها وأقول هذا اللي بدي إياه وهذا اللي بديش إياه ونوقف على على لبعض على الكرزم زي ما بقولوها وإحنا بدنا نحاول إنه لا أنا محطش واطي وأنا بدي أعلم على الطرف الآخر والطرف الآخر بده أعلم علي هيك الحياة صارت معركة وحرب ما صارت أسرة وبيت وحياة وحياة أسرية إحنا ما صار هنا نسب والتقاء بين عائلتين بقدر المصار كأنه حرب بين عائلتين وهذا وهذا كلام خاطئ وسؤدي إلى ضمار الأسر ريد روز بتقول ما جبرنا ما جربنا هالشعور الحمد لله كل الاحترام لحماتي صدقا لكن كنصيحة من الأفضل أي شاب بده يتزوج يجب عليه بناء بيت بعيد عن أهله إذا كان له المقدرة على ذلك إحنا يعني من الناحية الشرعية حقيقة اللي بتحكي فيه ريد روز للليت زي الخير يعني كيف لما لما بتحترم حماتها لما تكون الاحترام المتبادل بتحس الحماء إنها جابت بنت جديدة والبنت بتحس إنه هاي إمها الثانية أو مرات بتكون إمها الأولى حقيقة يعني بتلجأ إلا قبل ما تلجأ لها إدمها لكن أحد أهم أسباب المشاكل هو القرب قرب الحياة قرب المعيشة وخصوصا إذا كان الأهل ساكنين عند هذا الولد وهذه وهذه المشكلة اللي بتتير فيه في بعض الأحيات إنه بيكون الإبن مسكن أبو إمه عنده الإم بطبيعتها بدأت غار من كنتها أنهي لبدأت سيطر على الدار مين المتحكم في البيت كل مرة بتحب تكون هذا البيت مملكتها هي اللي تتحكم فيه يعني تحطها المزارية هون ولا تحطها هون تحط هذه الوردي هون ولا تحطها هون حتى يعني تحط استارة بهذا اللون جيب سجاد ولا ما تجيبش تجيب بدأ بدأ تقمص حون ولا ما تدهاش يعني حتى على أدفع الأمور بتحب هيلا تتحكم فيه وين يتعلق هاي ولا ما تعلقش وين تأني بدي أجل الجليات حتى بتحبش حدا يتحكم فيها بيتها المستقل مملكتها هيك ربنا خلقها حتى تحافظ على هذا البيت لكن لما يكون أنا عندي الحماة وعندي الكنة مين المتصرف في البيت مين المتحكم مين بده يمشي مين إذا هذه الحماة قررت أنها ترتب الضار بهذه الطريقة والكنة قررت بهذه الطريقة هون بيصير الإشكاليات وبصير المشاكل والأمر بترتب على حسب قوة شخصية كل واحد منهم وكيف ترباية كل واحد منهم وهون بتصير تبدأ الإشكاليات يعني حتى من ناحية الشرعية لا تجبر المرأة أن تعيش عند حماها وعند حماتها إلا في حالات معينة ضبطها القانون يعني ما بصير للزوج أنه يجي سكن مرته وكل هذا البيت عاجبك عاجبك ومش عاجبك لا أنا وأنا أروح بأهلي مش هيك القضيح ما بيكون لورميهم لكن الشرع بيكون إذا كان إلو أخوة قال يجب أن يتعاون الأخوة مع بعض أنه يعملوا بيت مستقل بمن يخدم هذا الأب وهذا الأم إذا كان لا يملك أخوة لكن الأب والأم غنيين عنده بيتهم لا يجبر أنه نروح يسكن معهم أو أنه يسكنوا عندهم ولا تجبر الزوجة بالموافقة إذا كان هو يملك أنه يفتح بيتين يجبر عنه أنه يفتح بيتين واحد لأبو إمه وواحد واحد إلو لزوجته لكن إذا كان الأب والأم فقرين وما إلو حدا من الأخوة يمكن يتعاونوا معه وفيش غير وهو لا يملك أنه يفتح بيتين سعيدها يكون الزامي عليه أنه يأخذ أبو إمه وعيش عنده ويكون على المرأة وأن تحتمل وتتحمل هذا الأب وهذا الأم وحقيقة عندنا حالات كثير رائعة كيف الزوجة قامت بحماتها وحماتها أكثر بكثير من أولادهم اللي ممكن ما كانوا يسألوا فيهم منصف دروبي بيعلق ويقول أعتقد أن الفرق بين الزوجة والزوجة الذكية هي مثل هذه المواقف التي تكون فيها المرأة قادرة على احتواء أي أشكال بينها وبين زوجها وحله سريا وذلك لأن المرأة تحب الشعور بالسند والقوة لها وذلك من خلال أهلها الذين يمكن أن يكونوا سبب تعاسة حياتها مستقبلا بسبب جهلهم أو عدم توفر الخبرة لديهم في حل المشاكل يعني فعلا المرأة الذكية هي اللي بتكرر كيف تحل مشاكلها بينها وبين زوجها لحالها كيف هي بإشعار زوجها بأنها تحترمه وتقدره وأنها حافظ طلو مكانته في البيت هي اللي بتقدر تكسب هذا الزوج لكن المرأة التي تلجأ لأزواجها طبعا طبيعة المرأة بتحب السند فعادة هي لما تتواجه مشكلة مع زوجها إذا ما قدرت تتحل مع زوجها بتلجأ لأهلها لكن إحنا للأسف للشديد في كثير من النساء إنه حتى قبل ما تحاول حلها مع زوجها زي ما قلت أنا أول بول المعلومات وين؟ عند إمها وإحنا بنعرف إذا المشكلة طلعت من داخل البيت بتكبر وبصير حلها أصعب بكثير من لو أنه بقيت داخل البيت لأنه بدأ تروح عند إمها وعند أبوها وعند إخوتها بدأت دب فيهم الحمية ويسمعوا كلام بنتهم بدأوا مصدقوا بنتهم فبدأوا مصيروا هو عمل هو فوقه هو تحته هذا بفهمش هذا مش زلمي هذا إمه حاكمته هذا 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 طلع شو بعمل فيك مش محترمك هذا بيستهلش نسوان والله يضفك مسواء هذا الكلام بدل ما يهدي شو بعمل بيولع النار بزيادة بدل ما يخلي هذه البنت تترق لزوجها وضلها فيه انتماء بينها وبين زوجها احنا قاعدين بنعمل فاصل بينها وبين زوجها الألم في الآخر بدأت تحملوا هذه البنت لأنه هي اللي بدأت تصير طلاق وبدأت تصير انفصال هي اللي بدأت تعيش مرارتها طول عمرها أبوها وإمها مش باقي لها خواتها وإخوتها بكرة بتجوزوا بروحوا في دورهم هي اللي بدأت تترمى هون وهون وهون إذن إحنا ليش نوصل لمرحلة الطلاق ومرحلة المشاكل ونكبر ونصعد ونركب راسنا ونصير كأنه القضية مطاحنة وتكسير روس وتعليم مواقف لا الزواج مش هيك الزواج تنازل الزواج احتمال الزواج كيف أستوعب اللي أمامي الزواج كيف أنا أقدم وأضحي وكيف أنا أتراجع وأتنازل عن حقي أحيانا في مقابل إنه أنا أخلي هالمركب ماشي وهالحياة الزوجية ماشي محمد فاخوري بتعلق بتقول تدخل الأهل بيدمر وأغلب الحالات أهل الزوج لأنه الواحد بده ابنه إله وبس بمحي شخصيته هو بفكره بفكر له بكل شي بس بس مش غلط بس مش غلطة الأهل لو الزوج من الأساس الزلمة ما بسمح حدا يخرب بيته وبيعدل وبيعطي الأهل حقه وبيعدل وبيعطي الأهل حقهم والزوجة حقها بل للأسف في مجتمعنا الأمر ما هو بهذه الطريقة فعلا إنه تدخل أهل كثير وفي بعض الأهل بمحوا شخصيات أولادهم تماما أنا مرت علي قضية يعني مرة مشكلة دخلت فيها تخيل والد الزوج يتحكم في كل شيء أولاده لازم أول الشهر بقبض معاشه من هون بحطه في إيد أبوه من هون فالأب كل ما عشات أولاده في إيده هو اللي بروح بشتري لأولاده هو اللي بصرف على أولاده إذا مرت ابنه ده تطلع زيارة عند حدا هو اللي بروح بجبلها ديه إذا مرت ابنه احتاجت جلبها بأخذ كنينه بروح بشتري لهن جلابيه مثلا على اساس يكون في عادل بين كنينه هذا المتصرف في القيادة المركزية عمل مشاكل ذلك عنده أكثر من ولد نسوانهم هاربين وتطلقين عنده هو نفس أولاده بعد فترة تمردوا عليه وتكاتلوا معه وصار في مشاكل بينه بين أولاده في هذه الطريقة إحنا ليش نوصل لهذه المرحلة تخيلوا لوين التدخل طبعا في تدخلات أقل من هيك لكن أنا جبتكم هذه الصورة حتى أورجيكم أن لوين ممكن بعض الناس بتفكيرها يروح في موضوع التدخل لا الإنسان العاقل زوجي الذكي هو اللي بيقدر يوازن ويعطي كل واحد حقه ويعرف كيف يدير هذا الأسرة آية آيات بتقول ممكن في مشاكل بيصعب حلها بينهم فلازم الأهل يتدخلوا بالنصيحة مو بالعصبية وهذا اللي احنا بنحكيه وبنأيد كلام آية أنه احنا بنعرف أنه ليست كل المشاكل يستطيع الزوجين حلها لكن الحقيقة بعد بعد تجربة وخبرة أنا بقول أنه 90% من المشاكل أو 95% من المشاكل يمكن حلها داخل البيت بين الزوج والزوجي عدد قليل جدا 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 من المشاكل ممكن تكبر كثير احنا بحاجة أنه نروح فيها للأهل وهنا مش غلط لكن أهل بدون يكونوا حكمين محمد صلاح جاز بقول تختلف حدة تدخلات ودرجاتها من بيئة لأخرى ومن حالة لأخرى فإن كانت الزوجة محظوظة سيقتصر تدخل الأهل على بعض النصائح والملاحظات والتوجيهات وكذا الانتقادات حول أمورك الزوجية وكيفية تسيير شؤون حياتك هذا متفقين عليه وهذا لا يمكن أن نلغيه إحنا من الحياة لكن بقول هذه أمور قل أن تخلوا منها أي عائلة كما أنها تعتبر أدنى درجات التدخل التي تتطلب بين الزوجين ضبط النفس وحسن الجواب بكل بساطة بمعنى آخر اتباع أسلوب دبلوماسي ومحاولة مسك العصاب من الوسط هذا كلام كثير رائع وهذا يعطينا إشارة ورسالة لكل الأزواج أنه لا تتخيلوا حياة بدون تدخل لكن إحنا خلي تدخل في حدوده وإحنا كيف نستوعب هذا التدخل وما يأثر على حياتنا الأخ عناني الشامي الإعلامي عناني الشامي شاركنا في تعليقاته وعلق وحط الأسباب اللي بتأدي إلى أو التصرفات السلبية اللي بيعملوها الأهل تجاه الزوجين قال أولا إبداء رأيهم في كل صغيرة وكبير يعني كل صغير كبير وبدو بتدخل وحتى بلبسهم يعني تخيلوا أنه مرات الحماب تدخل في شوي تلبس المرأة بتدخل شوي يلبس الأحفادة حتى تروحوا يجوا يعني الأم عادة بتحب تتحكم بولادها أو يعني المرأة أولادها الزغر بتحب شو تلبسهم كيف تقصولهم شعرهم وين يتوديهم كيف يعملوا تعملهم حفلة تاخدهم على ألعاب لا في بعض الحماوات لا يمكن هذه المرأة تشتري لابنها بنطلون إلا تستشير حماية أنه هذا البنطلون أشتري أو ما أشتري شو هذه حقيقة كبيرة الأمر الثاني اللي بذكره الأخ عناني الشامي من من التصرفات السلبية قال إشعار ابنهم أو بنتهم أنه لا يحسن التصرف واتخاذ القرارات عند كل موقف يتعرض له يعني دائما بشعروا أنه أنتو بتفهموش أنتو عقلكم صغير أنتو فيش خبرة أنتو مضحوك عليكم هذا هذا الشعور اللي دائما بنوصله للزوجين هو أهم أهم المشاكل تيجي الأم لابنها أنتو دندكي أنتو مش زلمي أنتو حاكمتك أنتو راكبتك أنتو بتتحكم فيك أنتو ما إليك قرار أنتو ما لك كلمة بيظلت بيظلت يعني تحكي عليه وتزن على رأسه وتضغط فيه تضغط فيه تضغط فيه ردت فعل هذا الزلم وهم بدأتو روح بتروح على مرته بدو حاول يثبت لأمه أنه زلمي فبتلاقيه بتصرط الصراط مش 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 منطقية يعني بتلاقيه مثلا بيمد جريع على الطاولة بيجيب هالبزرات ببلش قسقص وكب على الأرض تعالي كنسيه طب هو هيك التفكير يعني بيبقى بجنب المي ولا بجنب الكذا تعجبيني كاسة مي بلاقي مرضه مريضة وتعباني وميك لهوا كومي نظفي كومي كذا يعني لا بيصير ما يشعر ليش بدو يحاول يثبت لأمه أنه لا هو الزلم اللي بيعمل وهذا بيكون في تصرفات خاطئة الأمر الثالث اللي بيذكر الأخ علاني الشامي قال المبالغة في إعطاء النصائح والتوجيهات قبل كل حدث سيحصل أو متوقع يعني لا يتركوا لهم مجال أنهم يقرروا في حياتهم هذا أيضا مشكلة الأخ أبو أحمد رداء أبو أحمد أبو ربيع آخر تعليق معنا اليوم بيقول إفشاء الأسرار البيتية من قبل أحد الزوجين لأهله هو ما يجعل الأهل يتدخلون فالأصل أن يحافظ الزوجين على السرية حتى لو حدث خلافات بسيطة التي لا يوجد فيها مخالفات لشرع الله فعندما تبقى المشكلة بين الزوجين فلن تستمر لأكثر من ثلاثة أيام أما عندما تنقل فالتحريض يزيد من المشكلة وينتج عن ذلك كره لأهل والآخر لأهل الآخر ويتفاقم الموضوع هذا اللي احنا حكناه قبل شوي إنه من أخطر الأمور هو إفشاء الأسرار الزوجية وإخراجها خارج البيت فيها يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما أجى يعالج نشوذ الزوجة أو عدم طاعة الزوجة لزوجها شو قال قال وهجروهن في المضاجع يعني في عضوهن وهجروهن في المضاجع تخيلوا قال وهجروهن ما قال ليش وهجروهن قال في المضاجع يعني كأنه بده يقول لك الهجران بس بيكون في الموضع في الموضع المعاشرة الزوجية في داخل البيت في داخل غرفة النوم لكن خارج غرفة النوم كأنه بيقول لك لا تخرجوا هذه المشاكل حتى خارج غرفة النوم قدام ولادكم وبنادكم ما تشعروهم في مشاكلكم فكيف اللي بنكل المشاكل وبرة لأمه ولأبوه ولأمها ولأبوها ولأخوتها وحتى لأصدقاء وأول بول بيخرفهم هذه قضايا فيها كثير من المشاكل وهذه كانت معنى مشاركات الناس لهذا اليوم طاقم البرنامج حقيقة في صوت الشارع طلبنا منه أنه يأخذ لنا أيضا آراء الشارع في بعض في بعض المسائل وخليناهم يسألوا الناس سؤالين حتى نسمع كيف الناس بتتعامل مع هذا الموضوع وكيف الواحد ممكن يتصرف في مثل هذا القضايا وقلنا لهم جبوا لنا آراء الشارع في سؤالين السؤال أول كيف الواحد ممكن يتصرف إذا صارت مشكلة بين أمه وزوجته يعني كالرجل أنا كيف ممكن أتصرف وكيف ممكن أنا وين أروح أمي أولا ولا زوجتي أولا ولا كيف الموازن ممكن تكون السؤال الثاني كيف ممكن يكون تدخل الأهل بالزوجين إيجابي ومتى يكون سلبي خليني يسمع آراء الشارع اللي معنا وبنرجع بنحكي إحنا وإياكم في ملخص هذه الحلقة المفروض يتصرف بحكمة وبتروي وبهدوء ويحاول يعني يحكم يعني يفصل ما بينهم يتدرك الأمور ويفصل ما بينهم بالحسنة لأنه في يعني المجال ضيق أنه يترك أمه ويدور مع مرته ويدور مع مرته ويترك أمه المفروض أنه يتصرف بحكمة وبتروي وبعكلانية ربك بفرج هلما الإنسان بصبر على نفسه وإحدى الطرفين لازم يصبر أفضاني لأنه المشكلة يعني كل منهم كل منهم بزيد بزيد المشكلة أما الإنسان يصبر على نفسه ويتحكم بعكله المفروض يتصرف بروية لا يصف مع طرف ضد طرف لازم يكون حل وسط لازم لأنه مستحيل إذا وكف مع هاي هاي ترضى أو هاي ترضى لازم يكون حل وسط مشاكل بين حماو والمرأة يعني المرتبنها الشاب هو لازم ينصف يعني شازك مع المرأة أو مع المرأة بطريقة يعني مثلا أكثر من هاي كل محايد يحاول يصطع بينهم إنه مثلا يخف من حدوة التوتر بينهم بس تروح الأم يقدم صاحب مرته يعني إنه هاي أمه في الآخر يقدم شكل ضدها يعني في الآخر فالحل الوحيد إنه يعطي حل أوسط ما يكف مع حدا ضد حدا أول شي لابد المشكلة في سبب نبحث عن السبب إذا كان ممكن لأي موحد من الطرفين يحل بالعدل يعني لا يظلم زوجته ولا يظلم أمه لكن يعني من منطلق ديني نقول الأم دائما غضاها مطلوب وحفاظ عليها وعلى قيمتها في البيت يقولها الكلمة الأساسية بتضل في البيت لأنهم صاحبين تجربة في الحياة لابد ممكن يعني يكون سبب مشكلة توجيه معين للزوجة تكون قاصرة أو غير مدركة لأفعالها في البيت وفممكن تلحل هذه الأمور بكل بساطة وكل بدون تحيز بدون تجبر للزوجة الزوجة لحقوقها برضو وكيانها واحترامها والأم كذلك بس الأفضل لا يجمع بين التنتين الواحد في نفس الوقت وفي نفس البيت تدخل الأهل يكون إيجابي إذا كان فيه من المشكلة يعني معقدة أرزكير المفروض يكون إيجابي في حالة ما يكون فيه يعني أشياء يعني تستهل الحل ويساعدوا في حلها بيكون فيه يعني 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 التدخل إيجابي يفرضوا آراهم يعني بطريقة غير مباشرة عرفتكير هذا الحاكم ما إلو اللزوم المفروض الزوج والزوجة الزوج والزوجة بيحلوا مشاكلهم بإيدهم بدون تدخل أي طرف ثاني إحنا مرهينا في التجارب الكثيرة فلذلك الإنسان يعني كنته يععملها مثل بنته عرفتكير كنته يععملها مثل بنته مثل ما يحسن لبنته يحسن لكنته إشان يضل الجو كله معبي في معبي أما إذا بد هذا يكره وهذا يكره ما فيش يعيش منيحة لك أدبنا كد بيصير الحياة فلذلك الإنسان ما كولي جاء تصبر طيب المفروض مش ما يتدخلوا يعني يكونوا لحد معين واقفين عند خط معين يتدخلوا إذا شافوا الأمور خرجت عن السيطرة أكيد بيكون إيجابي سلبي إذا بوقفوهم على الريحة وعلى الجاية أو بتعرفي الكنة والحماية هدول ما بيخلصوا وحكيهم إذا كانت يعني أكيد أحكي لي إنه بصلاة مشاكل بناتهم مثلا أن ينصحوا لأتنين أن يكونوا علاقاتهم بين بعض طيبة وتكونوا في علاقات مودة بينهم السلبي إذا تدخل بشكل كبير يعني كل إشي دقيق بسي بناتهم يتدخل وهها بعتمدعة الزوجين إذا ما يجوا يحكوا يفصحوا ويجوا لأهلهم يعني لابد أن تجربتهم في الحياة وإدارتهم للمستقبل القادم اللي بجود خلفة الأولاد وتربيتهم لابد أنهم يحتاجوا لنصيحة الأباء والأمهات خاصة خاصة الزوجة في بداية عمرها في مسار حياتهم الزوجين يجب أن يترك تحديد مسارهم لوحدهم بدون تدخل الزوجين هذا بيكون مورات بيكون سلبي جدا في في تقرير مصير أو طبيعة الحياة اللي ممكن الزوج أو الزوج يخططوها لحياتهم خاصة نقول أنه البعدة واللي هي الجابة أو الفترة الزمنية بين العمرين ممكن تكون تختلف فهذا له عقليته وهذا له عقليته لكن في الأخير النصيحة من قبل الأباء والأمهات للأزواج المقتبل عمرهم واجبة ومفيدة جدا وإيجابية ولا يبد أنها بتقرر نجاح العائلة في المستقبل إحنا يعني كانت هذه الآراء معنا وآراء حقيقة هي مأخوذة من الشارع من تجربة بعض الناس يعني بيحكي اللي عنده وبعضهم بحاول أنه بتعرف الأضميرات القضية وراء وراء الماكرافون صعب أنا دائما طاقم الشارع عندنا يعني نشكرهم شكرا جزيلا لأخ علاء الجلاد والأخ رهام وبحبلة بتغلبوا كثير دائما بيشكولي أنه مرات ما بيلاكو حدا يجاوب على السؤال مش بيكون عدم خبرة ولا بيكون عدم معرفة أحيانا بيكون عدم الجرأة للحديث أمام الكاميرا يعني مثلا في هذا السؤال ممكن هم يمروا على كثير من الناس رفضوا يحكوا في الموضوع ليش لأنه لما تيجي شاب يحكي عن موضوع كيف ممكن يتصرف بين أمه وزوجته بخاف يحكي اللي عنده لأنه إذا أمه سمعت هو حكب اتجاه زوجته أو زوجته سمعت وحكب اتجاه أمه أنه يعمل المشكلة أو المرأة ممكن تكون تخاف أنه حماتها تسمعها ولا جوزها يسمعها أنه حكت هذا الكلام فبصير مشاكل أسرية فبيخاف ويحكوا في الموضوع هذا لكن في النهاية هذا إحنا اللي قدرنا نجيبه من من صوت الشارع وكانت هذه التعليقات بدي كمان أأكد عن اللي حكيته في أول الحلقة أنه يرأيت نشارك هذا الفيديو الأمر كل اللي بسمعونا الآن على الإنترنت وبتابعونا بس مد إيدك وعمل مشاركة وإلك أجر كبير احتسب أنه أنا بدي أنشر هذه الفكرة لأنه كل ما وصل الكلام لأكبر عدد ممكن إحنا ممكن نكون لنا دور كبير في أن نؤثر يعني الحلقة كم ممكن من الناس قديش احنا ممكن نغير ونساهم في التغيير ما تقول إش أنا هو أنا موقفي علي لا خليك أنت مشارك وخليك كون إيجابي وكلنا نتعاون حتى نوصل هذه المعلومات وهذا الكلام وكلامنا في الصميم يوصل لكل المعنيين في هذا الموضوع أول شي احنا بنحب نعلق عليه وبنحب نأكده أنه كل إنسان له شخصية واحترام احنا لا نطالب بأن تلغى الزوجة ولا نطالب بأن يلغى الأهل يعني ما بنقول للزوج والزوج يشطبوا إشي اسبوا أهل عندكم لا وبرضو ما بنقول للأزواج أنه عليك بأمك وأبيك حتى وإن أدى الأمر إلا أن أنت تلغي زوجتك من الوجود هذا الكلام لا الأهل لهم مكانتهم واحترامهم وتقديرهم والزوج أيضا إلها احترامها ومكانتها وتقديرها هذول إلهم حقوقهم وعليهم واجباتهم وهذه الزوج لها حقوق وعليها واجباتها والزوج له حقوق وعليها واجباتها أيضا لابد أن نؤكد ونقرر بأنه لا يمكن أن يتصور علاقة مستقلة تماما معزولة يعني ما في حدا أزواج يعيش بالبريق ما يعيش عالم آخر ومنعزلين عن الناس لا يرون الناس إنه نقول علاقة مستقلة مئة بالمئة لا يمكن هذا يتصور واللي بدور على علاقة مستقلة مئة بالمئة وأي تدخل ولو كان صغير بيعمل مشكلة عليه هذا أنا من هسة بقول لن يصلح ولن ينجح في حياته ستبقى هذه الحياة فيها مشاكل لازم نعرف إنه إحنا ليست المشكلة دائما في تدخل الأهل إنهم يهتموا يتابعوا أبنائهم يعني يعني الأم والأب اللي ربوا ابنهم 25 سنة عبما تجوز مثلا والأب والأم اللي ربوا بنتهم هذه السنين ويحترموها ودلعوها ودللوها وكبروها يعني إحنا متخيلين إنه بكبسة زر مجال ما رحنا عن عقدنا هالعقب يجينا كلهم خلاص اقطعوا ممنوع تدخلوا ممنوع تحكوا ممنوع تقرروا ممنوع تبدو رأيكم هذا كلام لا يوافق على العقل ولا منطق ولا مجتمع وبعيد وهذا وهم لكن إحنا اللي بنقوله دائما إنه من حقه بتدخلوا لكن برجع بقول مدى بتدخل وأيضا لازم نفهم في المقابل إنه من حق الزوجين إنه يشعروا إنه في حياتهم خاصة في إلهم حياة زوجية خاصة فيهم اثنين في حياة أسرية هم اللي بيقرروا فيها هم اللي بيعملوا فيها إحنا بنواقع الخبرة ومنواقع المعيش اللي بنشوفه والمشاكل اللي بتوصلنا وبنعالجها وبنتدخل فيها وحيانا مننجح وحيانا مننجحش حقيقة أكثر الحالات اللي بنلقيها في تدخل الأهل فيها في حالات خاصة يعني وحالات معينة وإنتا بكون الحالات الاجتماعية بتكون أكثر عرضة لتدخل الأهل في الحياة الزوجية في بعض الباقي يعني منها مثلا لما يكون الابن وحيد في كثير من الأحيان وفي وفي أغلب الحالات حقيقة بيكون الابن وحيد بتلاقي الام تعرف هذا ابنها اللي مدلل هذا الابن اللي عاشت عشانه ما إلى غيره كل تركيزها يعني ما فيها أربع خمس ستة أولاد بتوزع تركيزها بين أربع خمس ستة أولاد إذا إذا راح هذا بيت شهاد لكن إذا كان ابن وحيد بتلاقي خواته وإمه كذا كلهم بهالدلال وطول عمره مدلل وحاملينه على إيديهم وعلى كفوف الراحة فبيحاولوا يتدخل وبكون تدخل فيه أكبر من لو كان إله إخوة أيضا من الحالات اللي بيكون فيه تدخل أكبر إذا كان الابن بيعتمد على والدي اقتصاديا يعني إذا كان مثلا بيشتغل بشغل مشترك مع أبو بتلاقي أبو بتدخل بكل صغير وكبير صرفت ما صرفتش جبت ما جبتش عملت ما عملتش أو الام حتى بتكون نفس الإشي إمه في هذا الموضوع إذا كان مثلا الأب بنفق على أسرة ابنه يعني والله ابن وضعه كليل والأب اللي بنفق عليه الأب اللي بعطيه وخصص إذا كان مرات بيستعجل الابن وبيتجوزه بدرس بتلاقي أبوه واللي بصرف عليه أثناء زواجه وأثناء دراسته في هذه الحالات لما يكون الابن معتمد على أبي على أبو وعلى إمه ماديا بيكون فيه تدخل كبير لأنه احنا بنعرف حتى على مستوى الدول مش بس مستوى الأسر إنه الاستقلال الاقتصادي هو يعطيك استقلالية القرار لكن التبعية الاقتصادية بتسلب منك قرارك وتسلب منك إرادتك وبسيد تدخل أكبر وكثير في هذا الموضوع الأمر الثالث اللي بأدي إلى كثرة تدخلات هو السكن المشترك مع الأهل وعشان هيك الإسلام قال لكل مرأة يجب أن يكون لها بيتها الشرعي المستقل إلا في الحالة اللي احنا ذكرناها وكلنا في الحال الوحيدة إنه يكون الأب والأم فكرين ما بيقدر يفتحوا بيت وباقي يكون لهذا الزوج إخوي بحالة يشتركوا في إنه يفتحوا بيت لأبوهم وإمهم وبحالة إنه يكون نفس هذا الولد ما بيقدر يفتح بيتين واحد لأبو وأمو واحد إله ساعتها بنقول آه لا بتقدر تعيش أبوك وإمك لكن إذا كنا بيقدر يفتح بيت أو إله أخو بنكون ساعدوه فتح بيت تاني أو أبو إمو معهم مصاري أصلا ممكن يفتحوا بيت لا تجبر الزوجة وأنا أنصح أنه لا ما حدا يسكن أمه وأبوه مع مرته مش لأنه أمه وأبوه مش ملاح ولا لأنه مرته ما بتحبهم لا حتى إحنا نقص ونقطع الطريق على أي تدخلات لأنه لا يمكن إلا يسير في نوع من الاحتكاك في داخل البيت ما إذا كان بين الأم وبنتها فيه احتكاكات وبتلاقي فيه مناقرات وبصايحات أحيانا وكذا إلى آخره فكيف بين الحماوة وبين كنتها هذا الأمر ليس بسيط أيضا من أسباب التدخلات الكثيرة أنه يكون الشخصية ضعيفة لدى الزوج أو الزوجة يعني بتلاقي الأم مسيطرة على ابنها أو الأم مسيطرة على بنتها السيطرة هذه بتدفعها أنها تتحكم تتحكم في كل صغير وكبير هذه الشخصية الممحية اللي ما بيقدر يكون لأمه ولا بتقدر تكون لأمه ولداما دانها فاتحتها لأمه أو دانه فاتحها لأمه وكل إشي بحكوه أمرك ستي وبروح بطبكها هذه قضية يعني كثير خاطئة ولازم يكون له شخصية طول مستقلة أيضا من الأسباب أن تكون الزوجة من الأقارب لما تكون الزوجة قريبة بتلاقي تدخل كبير لأنه بعتبره يعني هي من نوفيدة هي محلية نهيب تتحملنا هي لازم كذا لازم كذا هذا يؤدي إلى تدخل أكبر في كثير من الأحيان والدم على الدم صعب حامي وكثير من المشاكل اللي دخلناها لما توصل مشكلة بين الأهل الله أكبر يعني ما أصعبها من أصعب المشاكل اللي ممكن حلها لما يكونوا كرايب لأنه عقد ما بتكون محبة قبل عقد ما بيقلب كره ما بعدها إذا صارت هناك مشاكل السبب الأخير اللي بيخلي تدخل كبير هو الفهم الخاطئ اللي بر الوالدين وخصوصا عند الشريحة الملتزمة المتدينة بيجي بقول لك يعني أنا كنت أحكي قبل قبل ما أجع على الحلقة مع واحد بيقول أنا بعرف أنه إمي بتتدخل وكذا إمه عايش عنده لكن أنا شو بدي أعمل بتغضب أمي أمي غضبط عليها ديك اليوم هنا المشكلة هنا 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 الطامة إنه أنا لما بقدرش أقرر وينت أنا بيعتبر ليس كل يعني ما تطلب الأم بصير أنا بر أنا لازم أوافق عليها وأعملها يعني والله أمي كانت تتوديش أم مرتك عدار أهلها ما إلها أمي تدخل ما احترام لأمي ببوس إيديها وببوس جريها وببوس راسها ولي بدها إياه بعملها إياه وأنا خد دام تحت إجران أمي لكن في بعض القضايا لأن القضية مش خاصة فيي صارت صارت خاصة في زوجتي هاي الزوج إلى حقوقها من حقنا تروح تزور أهلها لا يسمح ولا يقبل أن توافق أمك لما تمنعك إنك تطلب منك إنك تمنعها تروح عند أهلها لما إمك تتدخل في طلعتكم ونزلتكم وقعدتكم وشو تلبس مرتك وشو تعمل مرتك هذا هذا مش طاعة والله يما يا بتعمل كذا يا بغضب عليك لا أنت لك استقلاليتك هذا ليس مجال غضب الأم في هون لأنه وإن جهدك على أن تشرك به فليس لك فيه علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إذا كان ربنا عز وجل بطلب مننا صاحبهما في الدنيا معروفة لكن لا تطعهما في الشرك أيضا لا تطعهما لا طاعة لمخلوك في معصية الخالق فلا طاعة للأم لا في شرك ولا في معصية الخالق إنك أنت ترد على أمك ضد زوجتك بما يسلب حقوق زوجتك بما يضر على بيتك الأسري هذه ليست طاعة وهذا ليس إذا إذا عصيتها في هذا الموضوع لا يعتبر عقوق وهذه لجب إنه نفهمها لكن برضو أنا ما بدي إن أنا أرد على زوجتي وأطلع عند أمي وأسير أبهدي لبأمي لما كل ما مرتي همست لي كلمتين في هالليل إفداني إمك عملت إمك سوت إمك قالت إمك إمك كذا إمك أشرت كذا إمك شو قصده إمك بتحبنيش إمك بتكرهني إمك حطح طاطي فهو بتعب على إمه بيطلع بتلقيه بتنفطر بإمه بصيح على إمه وأنا بعرف حالات بعض الزلام طلع على إمه وضرب إمه من لأنه مرته اللي حرضته على إمه تخيلوا مثل مثل هذه المواقف مثل هذول الزلام اللي بكون دندكي تشتوش بإيد إمه أو بإيد زوجته لا لازم يكون عنده شخصية المستقلة وما لي فهم قضية العقوق قضية العقوق إنه أنا لازم أرد على إمي فيما هو يرضي الله سبحانه وتعالى لكن أمور خارج هذا الكلام لا يجوز بعض الناس يعني زي ما بقوله سيدنا عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله بن عمر بأن يطلق زوجته راح للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا يا رسول الله إنه أبوي بقول هيك هيك إنه سيدنا عمر يعني فقال له أطيء أباك يعني طلقها بعض الناس والمفتين كون قال لك آه يجب أن يطيع والده والدته في طلق زوجته هذا الكلام غير صحيح بيجب بعض الأباب بقول لك هيك لازم تطلقها لازم تطلقها وترد عليه هذا الكلام غير صحيح وشرعا لا يجوز وهذا ظلم طب شو اللي عمله النبي سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لما أحدهم سألوا قال أحدهم بسألوا وقولوا يا إمام إن أبي يطلب مني أن أطلق زوجتي فأفعل قال لا تفعل قال لقد فعل ابن عمر أمره النبي أن يطلق زوجته لأن والده عمر قد طلب منه قال حتى يكون أبوك مثل عمر بتطلق زوجتك إذن القضية انسى هذه الحادثة هذه الحادثة حتى سيدنا عمر كان لا يظلم كان الفاروق كان في هناك سبب قوي جدا نطلق زوجته عشانا لكن هنا في أيامنا لو بده الرجل يرد على أمه على أبوه أو المرأة ترد على أمه على أبوها ثلاثة رباعة الأسر عندنا بتتفرك شو ما بظل فيها إذن إحنا بدنا نقول أنه لا يمكن أن يمنع أي تدخل لكن لا يقبل أن يكون نتدخل في كل الأوقات من هنا السؤال اللي نطرحه متى يكون نتدخل وهذا بجزء السؤال المهم اللي بيستنينه الإمميات والآباء إنه إحنا وينت نتدخل وينت نتدخلش اللي بده يسمعوه الأزواج والزوجات وينت تسمحوه لأبوكم وإمكم نتدخل وينت غير مسموح نتدخلوا الحالات اللي ممكن نتدخلوا فيها الأب والأم أولا إنه إذا انتهى الزوجين من محاولة حل مشكلة هم مش عارفين يحلوا مشكلته يعني إنه الزوجين أول إشي مشكلة صغيرة تقاتل على طبخة تقاتل على لبسة تقاتل على طلعات تقاتل على فكرة بتعرف مشاكل الأزواج كيف بنتكون بحاول يحلوها بالهدوء بالحوار بالنقاش بين بعض بحلوا المشكلة ما يعرفوش ومرة وطنتين وثلاثة ومحاولة وطنتين وثلاثة والأمور مسكرة بينهم ومعارفوا حلوها سعيتها ممكن الأهل يدخلوا في هذا الإصلاح الأمر الثاني إنه في حالة خوف الشقاق فيتدخل الزوجين من أجل الآباء من أجل التفاهم وليس من أجل الخلاف قال إي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما مش قال فبعثوا حكما من أهلية وحكما من أهلها إي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فإحنا وانتم نلجأ إنه نجيب الأهل لما الأمور تستعصي وإذا شفنا والأمور رايحة على الشقاق على نزاع على طلاق إحنا سعيتها منتدخل بنحاول دائما نوجيههم من بعيد ونخليهم يحلوا مشاكلهم في إيدهم لكن إذا ما عرفوا يحلوا مشاكلهم في إيدهم إحنا منتدخل إذا بدأتوصل الأمور للطلاق الأمر الثالث الثالث اللي ممكن يكون يتدخلوا فيه الأهل إنه يكون في نية الأهل المتدخلين إصلاحها المشكلة مش إحداث مشكلة يعني ما بزبط الأهل يعني إذا كان عندك كلمة خير حكيها كلمة إيجابية تجمع جيبها ما بزبط إنه يتدخل الأهل للتحريض اسمعي تقول لك هذا زوجك فوق يتحته بسواش ارمي ارمي لولادته أنت ظفرك بسواش ما بزبط ما بزبط يجي الإملة ابنها اسمع يبدأ ذلك هم أهلها بدهم يركبوك هم بدهم يعلموا علينا والله ما بترجع والله إنتي فوق إنتي أحسن واحد ميت وحدي بجوزك إياه هس بروح بدورك على وحدي هذا كلام خرابي بيوت هذا كلام ناس جهلين هذا كلام مطاحنات بتكاتلوا هالكبار وبروحوا فيها الأب والأم بينهم في شو حالهم ولا الإخوة وبالآخر ما بتطلع براس إلا الزوج والزوجي وولادهم لأنه بدأت انفرقك هذه الأسرة وبدنا نعمل طلاقة في هذه الأسرة وشرخ كبير بأى الأسرة وفي الآخر أنه اللي مكيف ولا حدا أنه اللي بتألموا بوقذ المرارة هم هذا الزوج وهذه الزوج ولادهم اللي بدوا يعيشوا في عائلات أمه وأبوه مطلقين وتخيلوا الحال النفسي اللي بتكون ليش بتبلش من شغلي بسيطة بسيطة جدا اختلفوا على على كنباي اختلفوا على لبسي اختلفوا على قالتلي مرحبا أبوها والله في بعض الأحيان كان أبوها بدو طلق البنت ليش قال لأنه أبوه بيحترمنيش شو أبو امتي الحمام من هون والحمام من هون إن شاء الله بتحبوش بعض بتحبوا بعض حرين بس ليش تنقل مشاكلكم لولادكم وسير الانتقام بولادكم هذول الزوجين بدك تخرب الدنيا وقيس على مثل هذه القضايا أنا اسمحولي برضو أني أوجه إرشادات وقائية يعني خلينا نحنا بدل ما دائما نقول علاج ما بعد المشاكل وبعد الدخول لا خلينا نقول وقائيا بنوجيها للزوجين إنه اعملوا هذه الأمور حتى إنتم لا تسمحوا لحدا إنه يدخلوا في حياتكم الزوجية هذه الإرشادات اللي بدي أوجيها للوقاية أولا الاتفاق المسبق بين الزوجين بسوى إنه إنتم أثناء الخطب إحكوا كيف علاقتك مع أبوك كيف علاقتك مع أمك كيف علاقتك مع أبوك وإمك شو الحدود يدخلوا أنا بحبش الأصرار تطلع خلينا حل مشاكلنا بيننا الحوار فيما بيننا قديش أحيب نكبرها كيف حلم نتعابل معها فالكلام المسبق والتفاهم المسبق والحديث عنه في فترة الخطبة كيف نحل أنا بحبش الكلام يطلع تنقليش الكلام لأهلك تنقليش كلام لأهلك ونحكي فيه بتعمق هذا إلو دور كبير في إنه إحنا نعرف كيف ندير حياتنا وأسرتنا أيضا مراعاة الحقوق والواجبات إنه على الطرفين لازم يفهموا كون عندهم معي أنا شو حقوق زوجتي علي كيف لازم أحترمها وكيف لازم أقدرها وكيف لازم أفهمها وكيف لازم يكون بيثها المستقر المستقل وقرارها الخاص فيها وكيف هي مملكتها في بيتها وكيف هي لازم تتحكم في بيتها وكيف هي لازم أنا أكون احترامي لها ممنوع أهينها ممنوع أضربها ممنوع أسبها ممنوع أجيب سيرة آهلها كيف أنا بدي أتحملها أحيانا بدي أوسع صدري وفي المقابل الزوجي كيف إنه هذا القوامل الزوج كيف لازم أطيع الزوج كيف قرار الزوج هو لازم يمشي كيف أنا أكون له يعني لينة كيف أكون له مسرة كيف بده يشوفني كيف أنا أصبط حالي هذه القضايا في التعامل هذا حقوق واجبات كيف أنا حق احترام حماتي ولازم على راسي حماتي وحماتي سيئمي وأنا كيف أنا بدي أتقرب لها وكيف أنا بدي ألجائلها والكلام الحلو والله ربنا سبحانه وتعالى بقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الأمر الثالث قال التوازن احنا بلازم لازم الواحد يكون فيه توازن ولا مرة يوصل الشعور لإمه إنه مرته ما يخدته من إمه يعني لازم يزور إمه لما الإبن يفوت على إمه كل شهر انت وان رايح لما الإبن داما يعني بتسوى الإم يعزمها على الغداء عندك خذها بتشي معك اشعرها إنك مهتم فيها هذه القضايا مهمة برضو الزوجي ما بزبط أنت في بعض الأزواج بروح من الشغل بتغدى عند مرته بطلع عند إمه بقعد لنص للبرد برجع عند مرته كل صغير وكبير عند إمه هيك ما بيعمل توازن اعمل توازن في الحياة بين إمك وحتياجاتها وبين زوجتك وإنت نفس الإشي بين أهلك ما بزبط كل يوم وديني عند أهلي وديني عند أهلي وديني عند أهلي اتوافقوا على مثل هذه القضايا ما تنزورهم وين تنزورهم وكم من زورهم هذا قضي مهم الأمر الرابع قال ما بزبط أنت لما تروح عند دار أهليك والله جوزي بشخر جوزي بيحكي جوزي بخير جوزي بسبني جوزي بصيح جوزي مش عارف شماله ما بزبط ما بزبط تروح عند إمك مرته بتعرفش تطبخ مرته بتنظفش مرته دائما بتحكي على التلفون مرته على النيت مرته لا دائما حاول إحكي الإيجابية تروح والله مرته في الشي حسن منها حتى في بعض القضايا خبيها هيك أنت بتحبب مرت إمك في مرتك لأن بتشعر أنه هاي مرتك مهتم فيك وإنت هيك بتحبب أهلك في زوجك لأنه بشعروا أنه زوجك محترمك وهيك إحنا بنقرب الناس مش من بعد الناس الأمر الخامس والأخير أنه لازم نحارب الأفكار السلبية الشائعة اللي منتشرة في مجتمعنا وأهم هاي موضوع الحماوة الكنة قديش إحنا للأسف الشديد في نكت بتطرح إنه حماتك وقتل حماتك وحماتك لو تموت وحماتك مش عارف شو مالها وهي برضو في المقابل بين الحماوة وبين الكنة الأمثال اللي بتنضرب والنكت اللي بتنضرب كأنه صارت العلاقة الموجودة هي علاقة كره أصل علاقك أنا حرب ومعركة قائمة هذه الأفكار السلبية المسيطرة على المجتمع هي سبب المشكلة لذلك في أي علاقة في كثير من الأحيان العلاقة أول ما تبدأ بتلقيها راحة باتجاه أن الحماوة كانت داخلة على مرحلة وبدأتعلم على الكنة من أول يوم والكنة بدأتحاول تتعلم على الحماوة من أول يوم فبتلقيها حتى بشراية الجهاز بشراية الكسوة بتحاول تروح تشتري الكسوة بدون حماتك بتحاول تروح تشتري غرفة النوم بدون حماتك وشو دخلها حماتك أو بتحاول الحماوة مرات في المقابل بتروح هي تشتري الكسوة لمرض ابنها وإذا تدخلت مرض ابنها يمتش شو دخلك هاي إحنا دافعين حقها فبتلاقي من هون هي مش القضية بدأت أخذ لحالها لا هي بدأت تعلم على الطرف الآخر وتورجيه إنه الكلمة الأولى والأخيرة إلها مش هيك العلاقة قايمة العلاقة قايمة على المحبة قايمة على المودة قايمة على القرب دائماً ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن دادر أنت الكلمة الحلوة بتجيب التصرف الابتسامي اشعارهم في إنه في القرب والبعد ومش غلط المرة تقدم حماتها وتساعد حماتها وتشعر حماتها إنه هي جزء منها وإنه هي أقرب عليها من إمها وبالمقابل برضو الزوج مش غلط إنه يشعر إمه بشعورها وزوجته يشعرها إنه هي برضو عنده مالي عليه الدنيا هيك بنحارب كل الأفكار السلبية وما بنلحقها إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى إنه نكون وصلنا فكرتنا وإنه إحنا تكون علاقة قائمة على المحبة زي ما قلت أنا وإنه نحاول نحط حد لمثل هذه الدخلات وأنا إلي رجاء بشان الله يا أبا ويا أمها أتركوا أبنائكم يعيشوا حياتهم هم صاروا كبار وصاروا زلام وصار هاي المرأة صارت أم هي قادرة على أن تدير بيتها بحاجة لتوجيهات عام بإشارات هيك على الخفيف زي ملح الطعام لكن خليوا هم اللي قرروا خليوا هم اللي يعيشوا حياتهم وما نتدخل فيهم لأن هاي تدخلات هي اللي بتدمر البيوت وما يجيش واحد فيكم يوم اللي قيام يوقف بين إيدين ربنا يكون هو السبب في أنه دمر أسرة ودمر بيت ووصل للطلاق وبدأقول للأزواج تحملوا أهل الشريك تبعكم لأنهم بمثابة أب وإم لكم اجداد ويا نيال اللي بيقدر يوازن في حياته ويطلع عادل في حياته واسمحوا لي في النهاية أنا أشكر بس بكم كل طاقم برنامجنا خالد بدير واسماعيل بلعاوي في فقرة فرهود وشخصية فرهود براء إيسا في الموشن جرافك ريهام أب حبلي وعليا الجلاد في صوت الشارع خباب الأسمر وبراء عمر في التصوير عماد العلي في الهندسة الصوتية والبث الإذاعي وبسعدة في البث التلفزيوني ومخرجنا اللي معنا دائما إسماعيل بلعاوي كما أشكر شركة تأمين تمكين للتأمين برؤية إسلامية جديدة على رعايتهم لهذا البرنامج ودعمهم لمثل هذه البرامج الهادفة بإذن الله عز وجل واسمحوا لي باسمي واسم كل طاقم المرنامج أن أشكر لكم تفاعلكم وحسن استماعكم ومتابعتكم ودائما نحن بكم ومعكم إنما نكون هذه الحلقة من برنامج في الصميم نأتي إلى ختامها وإلى أن نلقاكم مع حلقة جديدة استودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه أنا محدثكم الشيخ عمر مناع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة